من ضمن الاسئلة هل في فرق ما بين نظم معلومات الحاسوبية والمحاسبية اه طبعا لان نظم معلومات ده احنا قلنا ده المجال الكبير متفرع منه حاجات كتيرة نظم المعلومات الحاسبية دي بتمسك مجال الحاسب فانت بتاخد جزء خاص صرف من غير اي ادارة اعمال من غير المحاسبة من غير حاجات دي بينما نظم المعلومات المحاسبية هي شغالة وبتهدف الى خدمة مجال المحاسبة بشكل محدد فعشان كده هتلاحز هنا انه لا في فرق خلي بالك لو انت مهتم بمجال المحاسبة او العمل فيه لو دخلت نظم معلومات الحاسبية او الحاسب مش هتقدر انك تشتغل في مجال المحاسبة لانك متخصص في والشبكات والحاجات دي بينما في المحاسبية ممكن بها تستخدم الادوات الحديثة او نظم لخدمة الجزء الخاص بمجال اه المحاسبة فده فارق يجب ان يؤخذ فيه الحسبان وربنا وفاقك واكتبوك كل خير بازن الله تعالى وبالتوفيق اشتركوا في القناة